إذا لمناقشة ظاهرة العنف الأسري وتفاقمها في العراق وتداعياتها على المجتمع بشكل عام تنضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان حنان عبداللطيف أستاذ حنان مرحبا بكم جريمتا عنف أسري في يوم واحد في بابل راح ضحيتها عدد من الأبرياء ماذا تعني هذه الجرائم في مجتمع مثل المجتمع العراقي أستاذ حنان أهلا وسهلا أخي حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام سيد الكريم طبعا المجتمع العراقي كان قبل 2003 قبل الاحتلال رغم تنوى نسيج المجتمعي من أكثر المجتمعات المتماسكة أثريا سواء في مجتمع المدينة والريف أو البادية أو في المجتمع المسلم أو المجتمعات غير المسلمة العراقيون الآن كل يوم يعيشون صدمة جراء هذه الجرائم المروعة يعني قبل فترة رأينا أم تلقي بأفصالها في نهر دجلة أبي يقتل أبناء وزوجتها ثم ينتحر ابن يحرق أبويه وقبل عدة أشهر سمعنا بقصة الأم الذي استدرجها ولدها لعصابة بيع الأعضاء البشرية وهربت منه واستنجدت بالدولة طبعا هذه الجرائم هي دخيلة على المجتمع العراقي ولم يراها إلا بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني وانتشار الميليشيات طيب أستاذ حنان لو نتحدث بلغة الأرقام يعني الأمم المتحدة أكدت تعرض ما يقرب من 30% من النساء العراقيات لجميع أشكال العنف العام الماضي لكن السؤال الذي يطرح هنا ما الذي أوصل الأمور لهذه الدرجة الذي تطورت من مرحلة التعنيف إلى قتل أفراد الأسرة ثم الانتحار كما حصل على سبيل المثال في منطقة إسرائيديب وقبال مسيب من الذي أوصل الأمور إلى هذه الحال؟ نعم بالتأكيد السبب الأول هو ضعف الدولة وعدم قدرة المؤسسات التنفيذية على تطبيق القانون وضعف الأجهزة الأمنية بسبب انتشار الميليشيات وانتشار السلاح الميليشيات المتنفذة في الدولة طبعا يعني ميليشيات تهدد رئيس وزراء بقطع أذنيه ولم يتخذ بحقها أي إجراء ولم يلقي القبض على عناصرها وتهدد الأمن الوطني والسلم المجتمعي ودول الجوار إضافة إلى انتشار المخدرات في المجتمع ونجد أن معظم هذه الجرائم يتكبها إما منتسبين في أجهزة الدولة الأمنية أو أناصر الميليشيات أو المدمنين ولعدم وجود قانون وقضاء حازم يحاسب هؤلاء يتمادى المجرمون في ارتكاب جرائمهم والغريب بالأمر أنه لا نرى ضغط من الهيئات الدولية والمجتمع الدولي على الحكومة العراقية أو فرض العقوبات بسبب ملف حقوق الإنسان كما يحطل مع دول أخرى أستاذ حنان هناك من يحمل الواقع التعليمي والجهل والفقر والبطالة مسؤولية ما يحصل من عنف أسري في العراق ولكن ألا تتحمل الحكومة المسؤولية لا سيما مع فشلها بمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية؟ نعم بالتأكيد كل هذه الجرائم تتحملها الحكومات العراقية التي سمحت بانتشار السلاح بيد الميليشيات المتحكمة بكل مفاصل الدولة وعدم تطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم من منتسب الأجهزة الأمنية وميليشيات الحشد باسم الحصانة التي منحها لهم القانون العراقي بينما منعوا هذه الحماية على المدنيين وخير مثال جرائم الرائد عمر نزار الذي قام بعدامات خارج إطار القضاء وقتل واقتصابات وانتهاكات بحق العراقيين وأجمعت جميع تقارير المنظمات الحقوقية الدولية وأكدت على جرائم التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية لكن القضاء العراقي قام بتبرئته فنجد أن الحكومات هنا متواطئة أيضا مع هؤلاء المرتكبي جرائم وأيضا مع عصابات الاتجار بالمخدرات التي نشرته في كل العراق في هذه النقطة أستاذ حنان العراق تحول إلى منفذ لتجارة وبيع المخدرات من قبل الميليشيات الموالية لإيران كيف أسهم بهذا الاختلال الاجتماعي وسط غياب معالجات توعوية وقانونية ضد المروجين وأيضا ضد المتعاطين بآن واحد نعم بالتأكيد انتشار مافيات بيع المخدرات في العراق والتي يتاجر بها عناصر متنفذة في ميليشيات الحشد ومسؤولين وأبناء المسؤولين في الدولة مع غياب الإرادة الحكومية في القضاء على هذه العصابات وجميع العراقيون شاهدوا مشكلة الضابط على الشياء الذي ألقى القبض على معمم إيراني موسيكا متلبسا وبحوزته مخدرات والكريستال فجرى معاقبة من قبل أجهزة الدولة لأنه تعرض إلى شخصية إيرانية مقدسة وحاولوا إجبارها لتقديم اعتذار إلى القنصل الإيراني لكن رفض هنا نرى أن الدولة متواطئة مع هذه العصابات الحكومية العراقية والإيرانية وبدل من أن تقوم الدولة باعتقال المتعاطي اعتقال المتعاطين هذا ليس حلا يعني يجب عليها أن تجفف منابع هذه التجارة بمنع دخولها ومحاكمة الرؤوس الكبيرة المتاجرة بها وفتح مراكز صحية لإعادة تأهيل المتعاطين وليس سجنهم وتحسين الوضع الاقتصادي للصرد العراقي نعم طيب أستاذ حنان موضوع مشاركة القوات الأمنية بالجرائم ضد عائلات مدنية بأكملها طبعا كما حصل في مجزرة ناحية جبلة هل يعطيك تصور بأن هناك رسالة تبعث بأن القانون مغيب وهناك تكريس لفكرة الإفلات من العقاب في العراق بالتأكيد مثل ما ذكرت سابقا ضعف الدولة وقانون الحصانة الذي منح لمنتسبي الأجهزة الأمنية وميليشيات الحجد الشعبي وتسييث القضاء والفساد المستشري الذي جعل ضباط يبتزون المعتقلين وأهاليهم أو يلفقون التهم الباطلة من أجل حصول على الأموال طبعا حادثة جبلة ليست وحدها شاهدة على عدم جدية الحكومات العراقية في التعامل مع هذه الجرائم التي يرتكبها منتسب الأجهزة الأمنية هناك معتقلون يعترفوا على أنفسهم بسبب التعذيب واستخدام العنف وحادثة الرجل الذي أبلغ عن اختفاء زوجته ووجد نفسه متهم بقتلها وحكم عليه بالإعدام لولا لطف الله أن عادت زوجته إلى المنطقة لتفضح الإجراءات الأمنية التي تقوم بها الحكومة كل هذه العوامل ساهمت في إثلاث عناصر القوات الأمنية من العقاب من أمستردام المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان حنان عبداللطيف شكرا جزيلا لكم